السلام عليكم أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة في نقض ألوهية المسيح المزعومة وجدت مقطع على موقع يوتيوب لأحد رجال الدين المسيحي يحاول أن يثبت فيه ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام عن طريق الأعمال والمعجزات التي فعلها المسيح طيب لما تقول عنه يدا حلقتان من ذهب وإحنا قلنا قبل كده أنه الذهب يتكلم عن العنصر الإلهي خلينا أقول أعمال المسيح الناس كتير بيقولوا يا من تقولون أن المسيح هو الله وتدعون أن المسيح هو الله أرني أين قال المسيح إني أنا الله فاعبدون أنا مش نروح نحيط أقوال المسيح لكن أروح نحيط أعمال المسيح أي عمل من أعمال المسيح اللي عمله يثبت أنه هو الله الظهر في الجسد أنا هجاوبك أولا بسؤال أي عمل من أعمال المسيح يخلو من برهان أنه الله الظهر في الجسد الذي يسكت الريح وأمواج البحر الذي ينادي على الميت الذي أنتن في قبره فيقيمه الذي يلمس الأبرس بيده فيطهر الذي يقيم المفلوج من على فراشه الذي يشفي الأمراض بكلمة من فمه الذي يأمر فتخرج الأرواح الشريرة دي كلها أعماله يعني مش كل ده بيأكد مين هو طيب ما أنا هرد عليك وقولك أعمالها بإذن الله يعني شفى الأعمى وأسكت البحر وأقام الأعرج كل ده بإذن الله بأمر الله لا الحقيقة ما إحنا لما ندرس حياته في الأناجيل نجد أنه عمل كده بمطلق سلطان فلا نقرأ أنه قبل أي معجزة من المعجزات طلبة من الله قوة ليجريها أو صلى ولا نقرأ كمان أنه هو بيجري المعجزة قال للشخص باسم الله أشفيك أو باسم الله أطهرك أو لما جيل أروح الشريرة ما قال لهمش باسم إلهي أخرجكم لكن أخرج منه فأجراها بمطلق قوته الشخصية الحقيقة بيقولوا أن معجزات المسيح كانت بإذن الله أو باسم اللي مش أرين الأناجيل لك ميقروا الأناجيل اللي لقوا السلطانه أيها الشاب لك أقول قم قم أعمال المسيح التي ذكرها هذا القص هي عبارة عن معجزات وكلنا نعلم أن المعجزات يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله ليؤمن الناس أن هؤلاء الأنبياء مرسلون من عند الله وبطرس تلميذ المسيح هو بنفسه قال ذلك في أعمال الرسل 22 بيقول لليهود أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائبة وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون بطرس بيقول لليهود أنتم عارفين أن يسوع رجل أيده الله بالمعجزات وخلي بالك من كلمة صنعها الله يبقى من الذي صنع هذه المعجزات الله وليس المسيح الترجمة اليسوعية بتقول أن يسوع الناصري ذلك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يديه بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات كما أنتم تعلمون طيب الترجمة العربية المشتركة تقول كان يسوع الناصري رجلا أيده الله بينكم بما أجرى على يديه من العجائب والمعجزات والآيات كما أنتم تعرفون طيب ترجمة الحياة التفسيرية تقول إن يسوع الناصري رجل أيده الله بمعجزات وعجائب وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون إذن بطرس أهم تلاميذ المسيح بيقول أن الذي صنع هذه المعجزات هو الله وليس المسيح لكن الله صنعها على يد المسيح يعني مش المسيح هو الذي صنع هذه المعجزات لكن الله هو الذي صنع هذه المعجزات على يد المسيح ليؤمن الناس أن المسيح مرسل من عند الله سبحانه وتعالى دي واضحة ولا مش واضحة؟ لكن مع الأسف الكنائس النصرانية تصر على تكذيب كلام المسيح وتكذيب تلاميذ المسيح ويقولون إن المسيح هو الذي صنع هذه المعجزات بمطلق سلطانه نحن لما ندرس حياته في الأناجيل نجد أنه عمل كده بمطلق سلطانه طيب لماذا صنع الله هذه المعجزات على يد المسيح؟ الجواب على لسان المسيح بنفسه يقول لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أرسلتني مش آمنوا أنني أنا الله لا آمنوا أنك أرسلتني يعني ربنا صنع هذه المعجزات على يد المسيح ليؤمن الناس أن المسيح مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ثم إن هذه المعجزات لا يمكن أبدا أن تكون دليل ألوهية وسنذكر ثلاثة أسباب فقط للاختصار السبب الأول أن المسيح بنفسه يقول إن من يؤمن به يستطيع أن يصنع نفس هذه المعجزات والأعمال التي صنعها المسيح في إنجل يحنى 14-12 المسيح بيقول الحق الحق أقول لكم من يؤمن به فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا خلي بالك من الحتة اللي جيد ويعمل أعظم منها يعني أي شخص مؤمن بالمسيح يستطيع أن يفعل نفس معجزات المسيح بل يستطيع أن يصنع ما هو أعظم منها فلو المعجزات دليل ألوهية يبقى كل شخص يستطيع فعل هذه المعجزات يكون هو أيضا إلها وفي هذه الحالة سيضطر النصارى أن يعبدوا جميع الأنبياء الذين صنعوا هذه المعجزات السبب الثاني أن الأنبياء الكذبة أيضا يستطيعون فعل المعجزات يقول المسيح في إنجيل متة 24-24 لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائبة حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا يعني حتى مدعي النبوة سيصنع معجزات عظيمة وعجيبة أيضا طيب حسب كلام المسيح كيف تكون المعجزات دليل نبوة عارف دي عملة زي إيه؟ أنت مثلا بتقول أن في صفات معينة إذا توفرت في شخص ما فيستحق هذا الشخص أن يكون رئيسا للدولة فحضرتك زعمت أن هذه الصفات متوفرة في شخص واحد فقط فأنا بقول لحضرتك أن نفس هذه الصفات متوفرة في أشخاص آخرين ويقدروا يعملوا نفس الأعمال التي عملها هذا الشخص يبقى إزاي تقول أن هذا الشخص هو الوحيد المستحق لرئاسة الدولة السبب الثالث أن جميع الذين رأوا هذه المعجزات شاهدوا للمسيح بالنبوة وليس بالألوهية الراجل الأعمى اللي المسيح عمل له معجزة وفتح له عنية شوف النص بيقول إيه؟ قالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عن المسيح؟ من حيث أنه فتح عينيك فقال إنه نبي واضح لله والله يا جماعة واضحة جدا طيب بص القصة دي في إنجيل وقاصح سبعة في قصة الميت الذي أحياه المسيح بقدرة الله يقول كاتب الإنجيل عن يسوع ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال يسوع أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم يعني الناس لما شافت المعجزة قالوا إن المسيح نبي والمسيح لم يقل لا كلامكم خطأ بل أنا هو الله لا مع الأسف الكلام ده محصلش نقول تاني الناس اللي شافت المعجزة قالت إن المسيح نبي والناس اللي مشافوش المعجزة زي القسوسة وأتبعهم في الكنائس بيقولوا إن المسيح هو الله شوف العقيدة المسيحية دائما في مخالفة ومصادمة لصاريح كلام المسيح ناخد كمان قصة في إنجيل متأ صح 9 بيقول عن يسوع فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك خطاياك وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى إلى بيته خلي بالك بقى المفروض دلوقتي بحسب كلام الدكتور فريد أن هذه المعجزة دليل ألوهية صح كده؟ برضو غلط شوف المؤمنين بالمسيح ماذا فعلوا في ذلك الوقت حينما رأوا هذه المعجزة يقول النص فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا دلوقتي المسيح شفى المفلوك بسلطانه وقدرته الشخصية أم بقدرة الله؟ شوف النص في منتهى الوضوح فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا ولو كان اعتقاد الجموع غلط كان المسيح لازم يوضح لهم يا جماعة أنتوا غلطانين ما يصحش كده لكن المسيح سكد وسكوته إقرار لأن المسيح لا يمكن أن يرى باطلا ويسكت عنه ولأن شهادة الجموع أيضا وافقت كلام المسيح وفعله الذي كان يعلم به هو المسيح أصلا ألعى نفسه نبي؟ المسيح فعلا ألعى نفسه نبي؟ طبعا طبعا جدا طبعا خالص في إنجل متى 1357 الكاتب بيقول عن المسيح فكانوا يعثرون به وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته وفي إنجل لقى 1333 المسيح بيقول بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه طب ليه؟ لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن الأرشليم وأصلا الشخص الذي يعتقد أن الإيالها تنزل على الأرض في شكل بشري وتعمل معجزات دي ناس وثنيين وسفر أعمال الرسل أعترف بهذه الحقيقة كما هو واضح أمام حضراتكم على الشاشة لكن أهم نقطة عندي هي قول القص ما في شوال مرة المسيح طلب من الله أن يعطيه القوة أو القدرة طيب حضر كيفاندي متأكد من هذا الكلام أنا هجيب قصة أو أهم قصة أهم معجزة في المعجزات اللي ذكرها الدكتور فريد ونشوف هل دي كانت بقدرة الله أم بقدرة المسيح الشخصية في الإنجيل الرابع المسمى بإنجيل يحنى إصحى 11 يقول عن لعازر إنه مات وظل في قبره أربعة أيام حتى أنت يقول وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزوهما عن أخيهما لعازر فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت فقالت مرثى ليسوع يا سيد لكنتها هنا لم يمت أخي لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه خلي بالكم الله يكرمكم مرثى لما طلبت من المسيح معجزة أن يقيم أخاها العازر كانت عرفة ومؤمنة أن الذي سيقيم أخاها الميت هو الله وليس المسيح بسلطانه الشخصي كما قال الدكتور فريد يبقى المسيح لما يعمل المعجزة ويبقى نقول إن ربنا هو الذي صنع هذه المعجزة وليس المسيح بمطلق سلطانه قال إن يسوع جاء إلى القبر وكانت مغارة وقد وضع عليه حجر قال يسوع ارفع الحجر قالت له مرثى أخت الميت يا سيد قد أنتنا لأن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا فخرج الميت إلى آخر النص يعني المسيح قبل المعجزة طلب من الآب القيام بهذه المعجزة والآب استجاب له طيب لماذا استجاب له الآب ليؤمنوا أنك أرسلتني وزي ما قلنا قبل كده مرثى كانت مؤمنة أن الله الآب هو الذي سيجري هذه المعجزة على يد المسيح يبقى هل المسيح أقام الميت بمطلق سلطانه الشخصي كما يدعى الدكتور فريد؟ فأجراها بمطلق قواته الشخصية المشكلة أنه هو بيقول أنه إحنا مشقارين الأناجيل الحالة بيقوله أن معجزات المسيح كانت بإذن الله أو بإسم الله مشقارين الأناجيل مين بقى فندم اللي مشقار الأناجيل؟ يا دكتور فريد مين اللي مشقار الأناجيل؟ إحنا برضو المراش الأناجيل؟ اللهم استعاني مع الأسف كل كلام حضرتك ضد كلام المسيح تماما حتى بخصوص شفاء الأمراض وتطهير البورس وإخراج الشياطين وإلى آخره المسيح في إنجيل متى عشر ثمانية قال للتلاميذ كده اشفوا مرضى طهروا بورصا جمع أبرص أقيموا موتى أخرجوا شياطين طيب ما هو التلاميذ دلوقتي بيعملوا نفس معجزات المسيح هيرد علي واحد ويقول إيه؟ أنه في أول الإصحاح بيقول ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف هقولك ممتاز يعني التلاميذ فعلوا هذه المعجزات لأن المسيح أعطاهم سلطانا صح كده؟ طيب ما هو الله برضه هو الذي أعطى هذا السلطان للمسيح شوف النص فيه منتهى الوضوح فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا في إنجين يحن أصح خمسة بيقول لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا يعني السلطان الذي مع المسيح من أين أتى به؟ الجواب الآب هو الذي أعطى هذا السلطان للمسيح طيب لو المسيح إله فهل الإله يأخذ حياته من غيره؟ طيب لما المسيح شفى المفلوك إيه اللي حصل؟ في إنجين متى 9-8 بيقول فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا طيب النصوص الأخرى التي صنع فيها المسيح معجزات ولم يذكر في هذه المعجزات أو أثناء فعلها أنه دعا الله إلى آخره هل بذلك يكون المسيح صنع هذه المعجزات بمطلق قوته الشخصية؟ هو المسيح لما يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا دي كده معناها إيه؟ هل معناها أن قدرته وقوته شخصية وذاتية؟ هل المطلوب من المسيح أن كل ما يعمل معجزة أو قبل كل معجزة يقول أن هذه المعجزة يا جماعة ليست من عندي وإنما هي من عند الله؟ لا هو ينبه مرة واحدة وخلاص في إنجيل يحنى 10-25 بيقول أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي يعني المسيح ألها صراحة وأعلنها للعالم أجمع كل المعجزات التي أعملها باسم الله طيب نضرب مثال جميل لو شخص مندوب شركة شركة كبيرة ورايح يعقد صفقات لهذه الشركة ومع ختم الشركة عشان يخلص المعاملات القانونية للشركة إلى آخره هل مطلوب منه أن كل ما يستخدم الختم ينبه الأطراف الأخرى أنه مندوب عن الشركة وأنه بيتحدث باسم الشركة؟ هل كل ما يوقع ورقة أو يختمها لازم ينبه أنه هو مندوب عن هذه الشركة؟ خلاص كل الناس عرفت من أول مرة أنه هو مندوب عن هذه الشركة وبيتحدث باسمها صح؟ يبقى مش محتاج هو أنه كل ما يوقع ورقة أو ألا حاجة يقول بقى جماعة أنا بتحدث باسم الشركة الفلونية كذلك المسيح أعلنها صراحة الأعمار التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي طب لو شلنا اسم الله وقدرة الله سنجد أن المسيح قال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا خلصوا الموضوع يبقى مين بقى اللي مش آري اللي أنا أجيل؟ المذيع بيقول خلينا أقول أن فيما يسمى بأعمال الله السيادية لم ينفعش يفوض حد يعملها بالضبط يعني أنا ككائن حي دلوقتي كإنسان ممكن أفوض أو أوكل محامي ينوب عني في تخليص أوراق حكومية نيابة عني يقف أمام المحاكم نيابة عني يتكلم بإذني ونيابة عني لكن ما أعتقدش أن أفوض واحد يأكل نيابة عني نسبوك يعني يكون أب الأولادي نيابة عني نسبوك هناك بعض الأعمال محدش ينفع يعملها غيري نعم الله ممكن يفوض إنسان ينادي بالكلمة ممكن يفوض نبي يروح يتكلم نيابة عن الله مسبوك لكن يفوض نبي يخلق أعتقد لا ده مرتبط بوجود الله طيب وهل المسيح فندم خلق أي شيء بحسب الأناجيل أعطيني نصا واحدا يقول إن المسيح بنفسه خلق شيئا نص واحد بس ولن تجد شيئا من هذا على الإطلاق لن تجدوها أبدا إطلاقا لكن على العكس توجد نصوص تقول إن المسيح مخلوق كما هو واضح أمام حضراتكم على الشاشة بالله عليكم يا جماعة هتقولنا حجج قوية تثبت ألوهية المسيح ولا تكونوا بهذا المستوى المتدني في الاستدلال والعجيب إن الناس الموجودين في الاستوديو لم يعترضوا على شيء وكأن ما فيش ولا واحد فيهم قرأ إلى عهد الجديد ولو مرة واحدة في حياته أو إن هم بقى يكونوا جايين عشان هم وظيفتهم كده وظيفت إن هو يقعد في الاستوديو كأنه يعني فيه نوع من الحوار يعني طيب بالنسبة للمذيع المحترم أنا عندي سؤال هل أصلا يا فندم حضراتك قادر تثبت وجود عنصر إلهي في المسيح حتى تقول إن الذهب في هذا النص يشير إلى العنصر إلهي وكمان حضراتك ليه بتتستدلم من نشيد الإنشاد هو أصلا حضراتك عارف مين اللي كتب نشيد الإنشاد نشيد الإنشاد ده سفر مجهور الكاتب أمام حضراتكم كتاب السنين القويم في تفسير أسفار العهد القديم للقصة وليام مارش يقول وقيل أيضا الذي لسليمان والأرجح أن السفر ليس لسليمان حقيقة بل إنه منسوب إلى سليمان ومؤلفه مجهور الإسم كسفر الحكمة غير القانوني ويقول كتاب مدخل إلى الكتاب المقدس تحليل لكل سفر من أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد عنوان الكاتب هناك سبع إشارات إلى سليمان في السفر وكان ينظر إليه تقليديا على أنه هو الكاتب والآية الأولى في السفر يمكن أن تعني أن النشيد كان لأجل أو بواسطة سليمان وبخلاف ورود اسم سليمان لا توجد أي خلفية تاريخية وعليه فإنه من المستحيل التأكد تماما من كاتب السفر أو تاريخ كتابته على أنه لا يوجد في السفر ما يمنع من إرجاع تاريخ كتابته إلى زمن حكم سليمان وتقول الترجمة الرهبانية اليسوعية جرت عدة محاولات قيل فيها إن التأليف يرقى عهده إلى زمن سليمان أو إلى ما بعده بقليل لكن الإنشاء واللغة يدلان على أنه جاء متأخرا أيام الفرس قبل الميلاد بخمسة قرون أو العصر الهليني قبل الميلاد بثلاثة قرون وهناك مع ذلك عدد كبير من الكلمات والتعابير القديمة لا يفسر استعمالها دائما اللجوء إلى تقليد أسلوب قديم يقول ولكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان والنتيجة لقد نسب نشيد الإنشاد إلى سليمان كما نسب إليه سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر الحكمة طيب هل هناك اتفاق أصلا على تفسير كلمات ونصوص نشيد الإنشاد أم حضرتكم كتاب نشيد الأناشيد لأستاذة اللهوت والأدب آن ماري بيلتيه هذه مقدمة الكتاب للأستاذ فليب جوروزون يقول لأنه إن يكن هناك سفر كتابي كان تفسيره وما زال مثار جدل فهو والحق يقال هذه القصيدة قصيدة الحب الرائعة المجهولة الكاتب التي تدعى بلا تواضع أجمل الأناشيد والترجمة العربية المشتركة تقول نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب يعبر فيها الحبيبان عن عواطفهما بشعر وواقعية هذا ما أدهش القراء بل صدمهم في كتاب يتضمن كلام الله لذلك حاور الشراح منذ القديم أن يعتبر النشيد قصيدة رمزية تصور علاقات الله بشعبه والقمص أنطنيوس فكري بيقول وكان اليهود يمنعون قراءته لمن هم أقل من سن الثلاثين سنة حتى لا تشوه أفكارهم الجسدية معاني السفر هو سفر البالغين إيمانيا مش فاهم إزاي تمنع قراءته لمن هم أقل من ثلاثين سنة وتقول بعدها أنه هو سفر البالغين إيمانيا هو البلوغ الإيماني ده بيكون بالسن ولا بالروح والله شيء غريب ويقول الأب القص سهيل قاشا في كتابه بابل والتوراة إن كتاب نشيد الإنشاد على الرغم من إعطائه معنى روحي من قبل أحبار اليهود وبالتالي من قبل معلم الكنيسة للدلالة على دالة الإنسان وعلاقته بالله يبقى كتاب حب بشري محض يروي قصة غزل ومغامرات وصال عميق بين شاب وشابة في مفرداته وتعابيره وتصاويره وبدأ بعد ذلك الأب سهيل قاشا يذكر الأدلة على أن نشيد الإنشاد منحول من أشعار غرامية معروفة عند السومريين إذن ألوهية المسيح هذا زعم اخترع بعد المسيح عليه الصلاة والسلام طيب لماذا اخترعوه؟ فكرين الفيديو اللي رشيد لم يقول فيه القاعدة العلمية تقول كل ما فيه مدح للقائد ولا يوجد له أثر في أقرب الوتائق القريبة من القائد يكون قد أضيف لاحقا لو وجدت أي شيء فيه مناقب ولم يذكر في العصور القريبة من القائد وذكر لاحقا يعرف أنه إضافة هذه قاعدة لأن الأتباع من طبعهم أن يضيف ويؤله ويقدس القادة بتاعهم وهذا بالضبط عين ما حدث مع النصارى أن له المسيح بدون أي أدلة أو براهيم ولا وجه حق والله المستعان لذلك نقول للنصارى أترك هذا المعتقد الفاسد وانعمه بنور التوحيد الذي يوافق فطرة الإنسان أأرباب متفرقون أبو ابن رح قدس خير أم الله الواحد القهار لا تنسوا إخواني وأخواتي أن تنشروا هذه الحلقة على ما وقع التواصل الاجتماعي والدال على الخير كفاعله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا